اشتركوا في القناة من هيئة علماء المسلمين والمحاضرة اليوم بعنوان السنن الالهية ودورها في البنيان الحضاري يلقيها على مسامعنا الأستاذ المهندس حاتم البشتاوي رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة فليتفضل مشكورا أعوذ بالله سمعي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أشمحين في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الجمعة بهذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر إلى إخواننا في هيئة علماء المسلمين في العراق على هذه الدعوة المباركة الطيبة التي نعيش فيها في ظلال أيات القرآن الكريم نعيش في ربطة من رياض الجنة قبل أن نبدأ موضوعنا لابد أن نذكر بأمية إعجاز العلمي في القرآن الكريم وأن القرآن الكريم هو كتاب الكون كتاب الماضي والحاضر والمستقبل كتاب الدنيا والآخرة هو منهج حياة هو ليس أي كتاب تقرأه بالليل والنهار إنه كتاب الله أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هدايا البشرية آخر رسالة السماء إلى أهل الأرض سبقها رسالات وأنبياء ورسل كرام دخلوا هذه الأرض وعمروها منذ ألوف السنين حتى وصلت إلينا نتشرف نعيش في ظلالها ونسمع آياتها فتزيد المسلمين إسلاما والمؤمنين إيمانا والعلماء علما كم دخل الناس في دين الله أفواجا في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا العصر يزداد الناس دخول في الإسلام في كل عام نستقبل خمسين مليون مسلم جديد يعني كل أسبوع إن مليون مسلم سواء كانوا متوارسين من آباء ومهات مسلمين أو من العماء من الخارس هذا الدين دخل قال صلى الله عليه وسلم والله لو يتمنى الله هذا النوع قال ما من بيت مدن ولا حجر إلا سيدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل كل بيت في الكون حتى قيام الساعة الله تكفى ليظهره على الدين كله ولو كره المجركون موضوعنا هذا الآن وهذه الجمعية التي أنشأت قبل 12 عاما تدعو إلى الله على بصيره تدعو إلى العلم والإيمان إن سلاحان سلاح العلم وسلاح الإيمان كالطائر الذي يطير في السماء جناح الإيمان وجناح العلم وجناح العلم والإيمان في كتاب الله ذكرت الإيمان 812 مرة والعلم 782 مرة أكثر لفظيا في القرآن دمج مع بعض العلم والإيمان حوالي 1600 لفظة في كتاب الله كأن كل واحد لخمسين كلمة في كتاب الله تشمل إما علما أو إيمانا وردنا وعدنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الدرجات العلالاتنا إلا المخلال الإيمان والعلم إيمان بلا علم ضعيف ولكن العلم بدون إيمان يساوي صفرا ونحن كمسلمين نحن أهل العلم وأهل الإيمان هذه مقدمة قبل أن نبدأ موضوعنا وهذا الموضوع السنة الكونية ودورها في البنية الحضاري موضوع ضخم كبير عاشوا العلماء وكتبوا فيه الكثير من المؤلفات وكما أن القرآن لا يشبع منه العلماء كذلك دراسة سنن الله في الأرض وسنن الله في الحياة تأخذ العمر كله تأخذ العمر كله ونشبع منها سنة من السنن نقضي كل عمر ندرس فيها ونحن الآن نعيش على شاطئ السنن ونتدبر معانيها وألفاظها ونعرف دلالاتها ونعرف موقفنا منها وهل هي حقيقة الوجود أم هي لفتة عابرة نبدأ موضوعنا السنن ذكرت في كتاب الله عز وجل ستة عشر مرة سنن لو ذكرت مرة واحدة لكان كافية مرة واحدة الحاج مرة واحدة في القرآن فقط أديش عليه مركز أهمية فإذا ذكر القرآن أكثر مرة لأهميته يقول الله عز وجل فهل ينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل وفي آية ثانية ولا تجد لسنتنا تحويل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكثمة هذه آيات من السنن قد خلت من قبلكم سنن نحن ولدنا بالأمس عمر البشرية كان تكعشرة ألاف خمسين ألب سنة ما البشر الكون كله إذا ملايين السنوات شغل بدوننا يعني إحنا ما كنا موجودين السنن ماشي السنن ليست في عالم البشر وإنما في عالم الحجر في الكون كله في سنن السؤال ما هو ما هي السنن السنن هي الطريقة أو السيرة وكل ممتدى عملا جديدا يسمى سنة قد ذلك قال صلى الله من سن في الإسلام سنة حسن أو واحد عمل المستشفى خيري عمل ترجمة لكتاب هو بدأها والناس اقتدوا فيه بأسنة ويسر والأصل السنة كما تعريف العلماء فيها الطريقة بسيرة ما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من هجو في الحياة في أكله وشربه ونومه وزواجه وصلاته وصيامه وقيامه ورفوعه وسجوده كل هذه السنة تشمل كل هذه القضايا سنة الرسول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوط حسن فمن أراد أن يصل إلى الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كل يدعي وحب رسول الله ولكن منهج حياتك أين عايش يقوم في أكلك وشربك وتصرفاتك وقضاء كل الأمور هذه اختلفة أقوى العلماء طلب العلماء كلهم في الماضي واللاحق أن نهتم بالسنة وندرسها وقال لا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة مثلا سنة الله في خلقك هل تستطيع أن تجاوزها أنت بتستطيع تمشي عشر كيلو بالساعة تمشي ميت كيلو أنت تستطيع أن تأكل في اليوم تسرب نيل لتر ماء بتقطع تسرب أربعين هذه سنة ثابتة بتغيير طريقة الزواج وهاكذا ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها واستعينوا ببعضها لبعض ترقب ساعة النصر سنة الله في النصر والهزيمة ثابتة هل تتغير إن تنصر الله ينصركم واضح ما بتغير وهذه سنة هذه سنة من مئة سنة من سنة الله الكونية قال والسنة هي النواميس التي تحكم الكون في ضابط في معادلات في كل في البناء في معادلات رياضية كيف تبني حجم الحديد ونوع الحديد ووزن الحديد وثقة الحديد والإسمن ثابت هل شون ثابتة في المعالم الماد بدأك تبني منتجع كبير بدأك تمشي شفينة فضاء بدأك تمشي أشعة يعني تلفزيون أو كذا بدأش أنا هذه الثوابط هي الثوابط لا تتغير في كل محل في العالم وكنتركبها وهكذا صنع الله عز وجل قال والعلم بالله وأصفاته ومعراج الكمال نحن في حياتنا من قضي عمرنا نتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته وقدرته فالتعرف على كمال الإنسان كلما زدت علما بالله إذ زدت قربا من الله فمن لا يعرف الله لا يعرف خطه لا يعرف حكمته ويسر والعلم بسنع تعالى في خلقه هي وسيلة وأعظم الوسائل كمال العلوم إذا نظر في آيات الله في كتاب الله السنن تدرس من خلال القرآن ليس من كلام البشر عنا فلاسفة ومثقفون سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين لهم نظرات لهم نظرات هل هي حق قد يأتي واحد قال فتغوروس قال أفلاطون قال فلان الفيلة هذا ما بدأ صحة الكلام هو في رأيه ولكا هل هو حق ما جاء من الله سبحانه وتعالى فهو الحق طيب يقول الإمام محمد عبد الرحيم الله الحياة لم تخلق عبثا ربنا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا الموضوع هكذا بهالبساطة أنا بعطيك دكتوراه وانت قاعد في بيتك ما درست وإنما خضعت لسان وقوانين الحرب والنزال والملك والسيادة والتداول الحضاري يجري على طرق وعدوا لهم وستطعتهم من قوة ذو القرنين تمكن في الأرض وضعوا بالسنن وأتيناهم كل شيء سببا فأتبع سبب الله أعطى بس واشتغل لسليمان صخر له الجن والإنس وصخر له الخيرات الأرض ولكنه استغل وأرسل وجاهد وبعض ومن تنكب هذه السنن حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انهزم انهزم نسمين في أحد والرسول بين نظارانيهم لنعلم أن انهزامهم مخالف السنن الله في الخلق والإيجاد وإعداد العد وطاعة الرسول وطاعة القائد طيب نحن عندما ندرس السنن كيف نرى الكون أنا خارج الكون خارج السماوات والأرض خارج البحار والأنهار كيف أنظر إليه شب عرف فيه إنت ندرسه من خلال كتاب الله عز وجل بذلك قالوا علماء أن الله خلق في الأرض كونين أو أنجل كتابين الكتاب المقروق والكتاب المنظور الكتاب المقروق هذا القرآن الذي بين أيديكم صفحاته معدودة لا تزداد ولا تنقص أما الكون المنظور الذي تسبح فيه عشرة ألاف مليون سنة ولا تنتهي منه وكلما ازداد علمنا أو قراءتنا للكتاب المنظور ازداد فقهنا للكتاب المقروق أنا مش طبيب ولكن طبيب العيون درس طب العيون في عشر خمسة عشر سنة ولما يجري تقرأ الآية الكريمة ألم نجعل له عينين بدأك أهميتها بس أنا ما بعرفها بعرفش أهمية العيون ماذا حياتك بدون عيون سؤال إحنا ما تصورنا الله سبحانه وتعالى أكررنا بالعيون الله بقول جمالك في عينيك أمراضك في عينيك قلبك الداخلي إن كنت حزينا نراه في عينيك شايف إن كنت ضاحك إن كنت مبتسما حالتك النفسية حالتك الاجتماعية حالتك الصحية من خلال عيونك من عيونك ترى السماوات العلاء ترى زرقة السماء وزرقة البحر وألوان الأسجار والزهور ترى أبنائك وأحفادك ترى إخوانك بعين عينيك من فقد عينيه فقد الشيء الكثير وهكذا السنن إذن إحنا نرى الكون هذا الكون سماوه وأرضه ونجومه وكواكبه والأشجار والمياه والأنهار تخضع الإنظام هي السم الشمس خمسة آلاف مليون سنة هل توقفت مرة واحدة الأرض تجريل المستخرين هل توقفت ما شيء فيك بدونك الأمطار تنزل سنة الله يجيب المطر ينزل رقم ثابت كل يوم ألف كيلومتر مكعب من الماء ينزل يعني ألف كيلومتر مكعب يعني عشرة أمامها ماشر مليون مليون متر مكعب في كل يوم ينزل ما العلاقة سواء أنت ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينزلها هنا أو ينزلها هناك بس تنزل هي ثابت لأن ربنا ثبت تسموه ثابت الماء لكن هل هذه سنة حتمية الوقوع نعم حتمية وفيها محابة ما فيها محابة سنة الله ولن تجدل سنة الله تبديلة ولن تجدل سنتنا تحويلة ما بتتغير ثابتة قضيتك أنه أن تفهمها تمشي فيها طفان الماء لما بيجي بقوته إذا بتعرف تستغله تعمل شلال من النهر طلع منه طاقة إذا ما استغليته ورتبته وعملت سدود بغرقك بغرق بيتك بدمر محاصيلك يجب أن تفهم سنة الله في الخلق وفي الإيجاد ولكن دور الإنسان دور السنة في حياة الإنسان شو أهمية في حياتنا الله خلق الإنسان من ملايين الأنواع عدد ملايين الأنواع التي تعيش في الأرض العائلة الحيوانية يقدر بتمانية وسبعة من عشر مليون نوع كام؟ تمانية وسبعة من عشر مليون منها عشر تالاف وتمانمئة نوع من الطيور فقط نوع أنت كم طيور بتعرف عينها النمل كمثال تلاتة وعشرين ألف نوع ناحية تلاتة وعشرين ألف نوع شو بتعرف عنها؟ أنت بتعرف صفر عنها النحال والمزارع وعالم الحيوان ولكن ربنا جعل الإنسان خليفة في الأرض جعلها ذلولا وبساطا وقرارا ومهدا ومهادا وكفاتا ست مرانواع من خلق الأرض كلها لخدمتك الأرض مذلة لإلك ما بتزرع الأرض بتقاوم زرعك تزرع فيها ويبطوح تيك طلع مينها المعادن طلع مينها الحديد والنحاس والرصاب طلع فيها الذهب والفضة بتطلع فيها من كنوز الغازات الطبيعية والبترول والنفط طلع فيها الحجر والصخر والرخام والقرانيت خيرات الأرض لا تنتهي حديد وهكذا فيها لو لهذه كلها مسخرة إلك لمسخرة للدواب ولا للشياطين ولا الملائك كلها إلك والتسخير معناه تغسفين منها يعني نزل الماء من السماء إذا عملت منه مجاري وصرفته بتعملت فيها لدى الزراعة وبتعمل فيها للسدود المائية وبتعمل فيها الطاقة المائية بتغير الحياة الإنسان هو الذي يصنع الحياة السنن جاهزة لخدمته بس هو يستغلها هذه السنن ثابتة كام عمرها؟ 13700 مليون عام 13 أو 700 مليون رقم كبير أنا لا أتصور هذا العلماء بسمعه بقدر يكون أكثر من هك تغيرت ربنا خلق الكون بقدرته وبعظمته قال كن فيكون له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى كل ملكه الملك لله زي يقول إحنا كل صرى الحمد لله رب العالمين العالمين الملائكة من العالمين الجن من العالمين الشياطين من العالمين الدواب الحيوانات الطيور الشموس والأقمار والكواكب كلها من العالمين هذه سنن ثابته قال الشمس هو القمر بحسبان تعرفوا أيش معنى بحسبان؟ انحراف الشمس عن مسيرها كل وجزء من واحد لمائة مليون جزء تنحرف واحد في المئة مليون تصور بحسبان حسبان إلهي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل وسابق النهار وكلهم في فلك يسبح قبل أيام امبيرح كان عن الكسر ثابت ثابت بالثانية كل بلد في الأرض ثابت متى يحصل كسوف متى يحصل خسوف متى تحصل الزلازل متى تحصل كل ثابت إحنا الآن في أي بلد في العالم أقول له تطلع الشمس بعد ألف سنة الساعة كذا والدقيقة كذا هذه الثابت ثابتة ولمو ثابتة بس إحنا المتغير تأتي أجال انبياء اليوم في الجريد عندكم في شمال العراق كاتفين آثار عمره الفين وسبعمائة سنة وكانوا ناس وكانوا أقوام راح راح وبيننا وبينهم كام جيل ابتحكي مية وعشر أجيال بيننا وبينهم بيننا وبين ذلك الجيل مئة عشر أجيال مئة جيل وإحنا بعد مئة جيل حنرحل ويأتي غيرنا ضل القوانين ثابتة القوانين فيها الطراد والطرابح هذه السنن معايير ثابتة الجذور لا تتغير فسنن الله في الخلق عموم الشمول الطفل عهد التكنولوجيا من عهد آدم عليه السلام تسعة شهر في بطن أمه لحد الآن تسعة شهر ما بسير يجي تلتة شهر ولا بيجي عشرين شهر الثمرة بتطلع من الشجر لها برنامج يجيب ماء يجيب تطلع المطر بينزل النحلة بتبني العشي العسل في البرازيل في أستراليا في العراق نفس أوحى لها عمرها الحشرات مائة مليون عام حشرات العائلة الحسرية وأنت عمرك كام خمسين أمسين مائة مليون سنة بجدوا آثارها هي نفسها مين علمها سؤال أوحى ربك إلى النحل ما أوحى لك أوحى إلى أوحى للرسل علمهم لذلك النحلة خلال ثلثة أيام تبني عشاشة وبتطلع العسل وبتروح منها بتسافر خمسين كيلو مشان إيش تلاتين ألف رحلة مشان نجيب لك قرام كيلو عسل تلاتين ألف كلهم بيخدموك بس أنت شو عامل أنت قاعد بيستريح ما عندك تشتغل ملكيش سلطان عليه وعيونك شغالة بدون أثر فيك إيدك تتحرك وأنت بدون ضابط طيب مين نعلن الحيوانة المنية بتخرج من أنك تنجب أبناء وأطفال مين أوضعها فيك هذه سنن ثابتة مين وضعها الله سبحانه وتعالى إيه لك وأعطاك شر الحياة هذه السنن تشمل الدنيا والآخر ليس هناك كتاب سماوي غير القرآن يجمع بين الدنيا والآخر أقرأوا التورة أقرأوا نجيب تتكلم كلام فيه ما فيه تناول زاوية بس وليكن القرآن بالذات يتناول ألف وثلاثمئة وخمسين قضية علمية عجازية ألف وثلاثمئة وخمسين كل عن الفلك مية وثلاثة عشر آية عن الفلك أربعمائة وثلاثمئة آية عن الطب الإنسان عن الطب عن الإنسان خلق الإنسان ذكره الله الخلق ميتين وأربعة وثلاثين مرة خلق الإنسان خلق من الأمشاد من تراب من ماء مهين ألب نخلقكم خلق ماكم خلق الأولين ها سنن سنن مسقديني سعوبة ولكن علمنا ربنا إن هذه سنن انتزمنا فيها سندخل جنة أرضها السماوات والأرض وعد وربنا يقر في المعاد من آمن وعمل صالحا سن سيتلقى الجزاء لأن ربنا لا يظلم ربك أحدا قال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حدا بيعرف حبة الخردل لديش وزنها كل تسعمية واثنعشر حبة خردل تعادل جرام يعني تقريبا واحد بالألف من الجرام اتصور واحد بالألف من الجرام شو بتأثر عليه اشتري طن عسل طن تبن واحد بالله شو بأثر كويس ربنا سريع الحساب وهو أسرع الحاسبين سنت ما بتغير لا تجامل أحدا رسول من رسول الله الكرام رسول من رسول الله الكرام ذهب ظن ألا نقدر خرج بدون إذن ربنا شو عمل فيه عارف تأذيبه ألقى في البحر وفتح حوت وفي داخل الحوت والحوت في ظلمات الحوت وزنه 180 طن 180 طن يعني شربة الماء الحوت 47 متر مقعب 47 متر مقعب يعني أد هذا هذا كله بطن الحوت 47 متر مقعب عدة تصور عليه كل ماء لما عبر فيه بل تقمه ما دريش فيه إنه فيه بطن لم يدري أنه في بطن بشر شو إما تحوزنا وسبعين كيلو وثمانين كيلو سنة الله تعالى لا تقادر أحدا لذلك إحنا إذا التزمنا بالسنن في حياتنا زواجنا مأكلنا ومشربنا وملبسنا وتصرفاتنا وعقلنا نرتقي فهم السنن هيك السنن آه هيك الله بده خلقك عبادته وسخر الكون لخدمتك لذلك السنن في الدنيا والآخرة هي ميزة الدنيا والآخرة معنا طيب ما هي الدنيا بالنسبة للآخرة حتى يعرفها قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع واحد راح البحر بحر في اليم البحر العميب عب أصبع مي عب جسم مي عب السفينة مي هل ينقص البحر هذه الدنيا بالنسبة للآخرة لأن الآخرة أبد ثم المرات الخالدين فيها أبدا ملتزم بالسنة في حياتي الصلاة في موعدها الصيام موعدها الزكاة في موعدها طلب العلم عمل الخير كل موعده تلتزم في أبنائك وأسرتك ومجتمعك ترتقي مشيت في السنة بظلق واصل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإحنا كل صلاة مقول اهدنا الصراط المستقيم واحد وأربعين مرة الصراط المستقيم طريق واحد هكذا هذه السنة بلوك تمشي فيها ميز هذه السننة طيب تسخير الكون والسننة ربنا سبحانه وتعالى سخر للإنسان بدون ما يطلبه الليل بخدمتك من آياته الليل النهار بخدمتك الشمس بخدمتك القمر بخدمتك الرياح بخدمتك الناحل بخدمتك النمل الطير بيجي عندك الأبقار والأغنام بخدمتك كل الحيوان كلها خدمة الإنسان وهو قاعد لحما طرية باكل وبلبس الثوب الناعم يعني دوده القز تعطيك ثوب ناعم لطيف حرير كلهم بخدمتك وانت شو قاعد شو بتعمل هن بخدموك تبدأ تخدم ربك ومن سنن الله أنه يخرج النور من الشمس والثمر من الشجر كم نوع من الشجر عندنا عندنا من الشجر من الأنواع التي يأكلها الإنسان هذا بيعرف يتذكر تسعة عشر ألف نوع من مما تخرج الأرض من النباتات التي يأكل الإنسان العائلة النباتية تلتمية أربعة وخمسين ألف بس اللي باكله الإنسان حوالي عشرين ألف خضار فواكه خضار فواكه وثمار ورواح وطرية ومخرجات الطمر بأنواعه حوالي خمس سلف ثلاثة وخمسمائة نوع من التمر الأعناب الزيتون الرمان النخيل عد كل بلد في العالم من أعملها أنت طلبتها جاهزة لما سكن أدم الجنة جاهزة هو أشتغل جاهزة إذا سكنناك سكنناك الجنة هنا لدينا قاعدة الله خالقه كل شيء رأيت القمر رأيت طفل جميل الله خلقه رأيت وردي فالله خلقه رأيت داب الله خلقه رأيت حيوان ضخم رأيت أفع الله خلقه رأيت مصباح فالله خالقه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكهلا وقدرته مطلقة قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أتيش ألمح البصر بأخذ أقل من الخمض الثاني أمر كلمح بالبصر الأمر خلق الأرض الكون بكلمة بكلمة وينهي الكون بكلمة متى هالكلمة خلص تبدل الأرض غير الأرض والسماوات انتهى لا في أرض ولا في سماء ولا في كواكب ولا في شمس ولا في قمر ولا في بشر ولا شجر ولا حجر خلص انتهى أمر أمرنا أيون قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة بس واحد تصور احنا كام واحد كل عام نستقبل 294 مليون طفل جديد 294 بجزء السنة وصل 300 مليون فعندك رقم رقام تعبدوا الخياء كلها من نفس الشيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا من كان أبوه وزيرا أو عالما أو مهندسا أو طبيبا أو عاملا أو مزارعا أو حرافا أو جاهلا كلها نفس الشيء لا تعلمون شيئا مشيء بدأ فيك من الصفر وعلمك ما لم تكن تعلم هذا فضل الله عليك اللي خلقك قادر يغير حياتك قادر مدام وضع القوانين والسنن بغيرها خلق النار لم تعرق إبراهيم قلنا يا نار كوني برد وسهلا على الله إبراهيم شيئا مشكلة مشكلة فيها خلق وضع سنته في الخلق سيدنا زكريا عليه السلام مئة عام قال أنه يكون لي غلام وقد بلغا لكبر ابنانا قال كذلك الله هو علي هيا انت يستفكر علينا هيا لو عمره خمسمائة سنة بعطيك مشكلة المشكلة مش عندك المشكلة تأتي الإرادة العلهية سنته في الخلق هكذا ولكن سنته في الخلق إنه الإنسان لحد عمر ثلاثين أربعين خمسين سنة المرأة تحمل وكذا وبعدين بتبطل هذه سنة نغيرها ومن هذه السنة غيرها إنه ولد عيسى عليه السلام بدون زوجه هلا إحنا وضعنا السنة الكونية ما هو الكون ما هو الكون هل الكون هو الأرض ما هي نسبة الأرض نسبة هذا عندي إحصائيات بديش أحكيركم إياها إحنا الأرض بالنسبة لهذا الكون عبارة شايف حبة ملح حطة في البحر شايف هذه هي الأرض رقمها وزن الأرض بالنسبة للبشرية واحد على تمانية تريليون نوع واحد على تمانية قدامها اتنعشر صفر هذا الوزن للأرض إنسان بالنسبة للأرض طالعش من أنت ألا واحد سلحة من أنا كان واحد مثلك أنت الله بحاجة إليك لا أنت بحاجة إليه أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الكلام للمؤمنين ليس المؤمنين للفقار للناس كلهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم فقراء أنا عندي تمنتالاف مليون فقير كل تمنتالاف مليون كل يوم بدهم نزلهم رزق يرزقهم كل يوم بطعمهم كل يوم بسقيهم بسجيب دعاهم حتى المضطر إذا دعا حتى الكافر دعا بالسجبل رحمته واسعة ربنا عظيم ربنا كريم بس تعرف سنته في الخلق والتبديل قال لو كان وزن الأرض حبة خردل كويس أقرب نجم إلنا يبعد عنا 6400 كيلو لما تكون الأرض حبة خردل هل قد ما إحنا بهذا الكون صفر من الأسفار أنا عندي أرقام وحصائية صعب الوصول إليها مجراتنا في عنا 10 ألاف 10 ألاف إيش مليون مجرة مش مجرة 10 ألاف مليون المجرة بتاعتنا فيها 300 مليون نجم شايف مجرتنا فيها 300 ألف مليون نجم مجرتنا وعندك 10 ألاف مليون عد الأرقام بتحكي برقم 9 و20 أخاني بتعده عد ما بتنتهي مجرة عد يعني هذا الكون أكبر مما يصور العقل البشري لو أردنا أن نجمع نعده نجومه فقط عد وكل واحد بيعد بالثانية نجم الشمي عدها مرمى حارت كم نحتاج؟ نحتاج 40 ألف مليون سنة كل أهل الأرض حتى عدوه نجوم 40 ألف مليون سنة 40 مليون سنة كل ثانية من عد نجم كل أهل الأرض إحنا فقراء وضعاف يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وزنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أطلب دفع أخذ لو كان مرجع الأرض ذهب يعني أخذت صفران لو كل الأرض ملكك أنت أخذت صفران ولكن أعظم شيء أعطاك الله الإيمان من أعطاه الله الإيمان وقد أحبه طيب الإنسان والأرض خلق الكون وخلق الأرض هل أنت تستطيع تغير الأرض بتغيرها نعم بتغير السماء وصدق العبد وأمطر قحتة السماء ودعوا فإن الله ينزل الرزق من السماء تسعر الحكة صلاة الإستسقاء تدعي تغير إنه ميس بناء طلبك ويس فهذا الفضل من الله سخر لك الأرض وفتح لك أباب السماء ولهذا لما ربنا ذكر عن كفاء قال فما بكت عليهم والسماء والأرض طيب ليش الأرض عبد من عباد الله الصالحين توفي ليش الأرض بتبكي علي سؤال ليش السماء بتبكي هذا العبد كان يتصل بالعرش دعاء يصل للسماء يخترق الأرض للسماء كل يوم بدعي بالليل بدعي بالنهار بدعي بالإستغفار دعاء بدعي دائما يدعو فالأرض لما يموت بتفقده بتفقد بقول لك أين فلان من يبكي لماذا يبكي الإنسان لأنه يفقد عزيز واحد محبه عزيز عليه بيبكي مش أي واحد كل يوم بموت كل يوم بموت 120 ألف ما بتبكي عليهم بس لما يكون واحد يعز عليه قريبك حبيبك بتبكي عليهم بتتأثر كل ما تتذكر الأرض تبكي عليك طب الأرض السماء بتبكي يقول ابن عباس ما بتبكي علي 40 يوما أو 40 ليلة إذن علاقة بين الأنسان والكون علاقة محبه مش علاقة صراعة هذا الصراع الفلسفة الغربية بتقول إنه هناك صراع بين المادة والروح إنه الإنسان عدو الأرض بده يقتل بالعكس إحنا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها لما مضلش ولا واحد في الأرض اغرسها آخر يوم في عمرك وآخر واحد في البشر وآخر يوم في التاريخ اغرسها إحنا إحنا نزرع إحنا نغير نحن نغير الأرض لو لا الإنسان ما تغيرت الأرض الأرض عمرها 4600 من لما نزل الإنسان عليها وجعلها الله خليفة بنى المزارع والسدود والأنفاق والقطارات والصحراء غيرها الزراعة أنا سأل الحياة متى وجد الإنسان وجدت الحياة ولكن إذا كانت الحياة مبنية على تقوى من الله بتكون حياة غير شكل بركة باركنا حوله بسير البركة كما عبدالس طيب أما السنن في داخل الأرض فهي لا تعد ولا تحسن الله بقول قل سيروا في الأرض سبع مرات قل سيروا في الأرض سبع مرات أولا ما يسيروا في الأرض مش قال لك سير طيب ما سيرت هل يتثور بس إنه أشمي الهواء ما في ما في مانع ولكن السير بأدوات العلم المعرفة بالبحث والتنقيب فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذول ناس مكذبين هذول قبل 2700 سنة هذول كانوا موحدين أنيئا لهم إذا كانوا كافريا فتعسل لهم هكذا قل سيروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هكذا قديش عمر التاريخ عمروها أكثر ما عمروها أطول آجالا ولو من تخو إذن دراس السنن تعرف أن لهذه السنن ونحن الآن بعد ألف سنة أو ألفين سنة ستأتي أجيال غير أجيالنا وجد الرفاة وقل والله كان كان في عهد في القرن الرابع عشر كان مونانا من منه؟ رحم لا يدري بهم أحد إلا الله عز وجل إذن دراسة باطن الأرض هي دراسة السنن الكونية وربنا دراسة التوازن الكوني الكون في توازن قال سبحانا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبتوا الأرض ومن أنفوسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرخ منه النهار فإذا هم مطلمون والشمس تجيه لمستقر الله والقمر قدرناه منازل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل مفنش كل شيء له برنامج الشمس له برنامج القمر إلى برنامج الأرض الشمس تجيه لمستقر الله أتى المستقر قال بوجوز بعد 19 مليون سنة تنتهي ملف الناس يقول لك بعد 30 ألف مليون سنة تنتهي ما انتهى كل لأجره مسم أنت إلى أجل والأرض إلى أجل والشمس إلى أجل والكون كله إلى أجل أنت تعيش مع سنن ثابت لا تتغير وتغير الزمان والمكان قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم قدر وحدر إلى آخر ولقد علمنا المستقديم إن منكم ولقد علمنا المستقديم ممكن نقول لي كام ألف مليون عاشر في الأرض ما حدا قال فسأل العادين طيب قال للآيات الكريمة قال وكل شيء عنده بمقدار إن كل شيء خلقناه بقدر لفظة شيء في القرآن 190 مرة وشيئا 67 مرة 257 مرة في القرآن لفظة شيء وشيئا ومن شيء إلا عندنا خزائنه بتذكر شيء عند الله بتذكر ما عند الله الخزائن فتحها أطلبها أطلبها من من يملكها أنت لا تملك شيء المالك والله وهو الذي يعطيه شايف هذه السنن الإلهية دورنا فيها إذا عشنا معاها بتنجينا في الدنيا ولا تفتح لنا أباب الخير وأباب البركة ما هو من أجل القرآن في درس السنن أنا ما بعرف شو من أجل القرآن بدلني أنا كلما بنقرأ القرآن وحافظه مثلا الله قال فلينظر الإنسان إلى طعامه بس فلينظر الطعام كل يوم نأكل طلع طعامك فلينظر الإنسان إلى مما خلق منظر إلى خلقه لا تشب حال كبير وصرت وزير وصرت مسؤول وصار مع آخر طلع أين كنت كيف أصبحت انظر إلى السماء قل انظروا ماذا في السماوات والأرض انظر طلع السماء من وضع النجوم في مجراء في مملكها قبل يومين كان عندنا كسوف طيب مين حدد تاريخ الكسوف لو الشمس اقتربت منا خمسة في المية خمسة في المية لأحرقت الورق خلي بين ايدينا الورق هذا احترق جفت الأرض وتبخر الماء تبخر المعطات ومنشفة الأجهر حتى يحترقها خمسة في المية ولو بتعدد خمسة في المية لتجمد كل شيء على أرى وجه الأرض كلها أصبحت كلها جليد ولكن من سنته وضعها في مدار سابق بحيث ان الكون يستقيم وتستقيم حياتك الأكسجين عندنا واحد عوثين في المية والنيترجين سبعة وسبعين في المية لو جاد أكسجين واحد في المية كم تحترق الأجهر لو قل التنفس وهكذا الهوى اللي في الجو ثابت والمية ثابت سبحان الله كل شيء خلقناه بقدر ولذلك لا أدرس منه أدرس سنة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت وأكبر درجات وأكبر هلأ في واحد في الآخر عندنا يملك ميتين وخمسة وتمانين ألف مليون دولار ميتين وخمسة وتمانين بليون دولار يعني موازنة الدول واحد يملك دولار واحد يملك صفر أو ملحوق بالصفر شوف النسبة قال وللآخرة أكبر درجات هذه دراسة السنن إنه مميس الإلهية في العطاء لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي الإيمان إلا من أحب أحبه فأعطاه ولذلك قال يحبهم ويحبونه بدأه بحب ما قال يحبهم ويحبونه الحب من الله رضي الله عنه ورضوا عنه هو بدأ بالرضا إذا رضي الله عنك شو بخير مهاء الناس سؤال إذا ربنا رضيان عليك وأنت عايش سعادة السعادة تبكي عليها الملوك مش قادرينها وأنت سعيد ماذا ينقصك انت وصل مع الأصل مع النبع مع الحق المبين على كل حال انظروا النبع انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينح آيات واسعة نظر نظر في الكون ولذلك ربنا مدحوا للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء التفكر إحنا مشكلتنا إنه منذكر ومنسبح ما منتفكر تفكر عمل جماعي عمل مستمر عمل ليوم الدين ربنا ما خلقت هذا هذا صفة أولي الألباب أولي الألباب هي الطبقة العليا من العلماء والأخير دور القرآن تشكيل عقلية الإسلامية هذا القرآن بيدلك على الكون بيدلك أين أنت من الكون شو دورك أنا بمشي مع النموس بمشي مع التيار المي بنجو تمشي عكس التيار التيار بغرقك بهلكك إذا عرفت هذه الحقيقة أن هذا الكون تصميم إلهي تقدير إلهي لخدمتك إن عشت معه سعت في الدنيا والآخرة إن خالفته ارتطمت تأكلك الحيتان ويأتلك الدباع ويأكلك الشيطان من هجان الله إذن إحنا قراءة القرآن قراءة عالم وليس قراءة جاهل كتاباً أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وخلاصة لولا فقه السنن ظل الإنسان عاطل يعيش في الحياء كل ويشرب ويلبس وبعدين بعدين خمسين سنة وبعدين ما شبعت يجب أن ترتقي اقرأ القرآن اقرأ ورقة كل يوم يجب أن ترتقي يوم القيامة اقرأ ورقة وهكذا الرقي أول آية في القرآن نزلت اقرأ والآخر يوم في عمرك اقرأ لن تقرأ وتعلم ولكن اقرأ باسم ربك الذي خلقه ولولا هذا العقل الإيماني اللي نؤمن فيه أنت عمران الأرض فرض عليك وليس طواعية هو أنشأكم من الأرض واستعمر ألق عمره ما بيصير أبضلنا قاعد حاطة ترجل عارس العشادي التلفاز لو بدك تشتغل تتحرك تتحرك الحياة وهكذا لذلك الرسل الكرام الرسل الكرام عندما أوكلت إليهم الوعي في السنن إنهم غيروا التاريخ ونأخذ أمثلة في ذلك عمارة الأرض نوح عبدالي أول سفينة نزلت الآن في حوار مئة ألف سفينة أول سفينة نوح هو أول سفينة نزلت ذات ألواح ودوصر إيش ويت خشب ألواح خشب ومصامير من خشب ولكن تجري بموجه كالجبال تجري معناها بسرعة والجبل ما هو الجبل كل ما زاد ارتفاع أربع أربع مئة متر فهو جبل إذن كانت فوق الأربع مئة متر مجريها ومرزاها هذه الجبال صالح عليه السلام شقالهم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ألم عمروها خلق الأمشان تعمروها صحيح داود عليه السلام صنعت الحديد علمناه صنع كان في إيده يمشك الحديد يطر الحديد بده ألف وخمسمائة درجة حتى يطر بس يمسكوئلين ألنا له الحديد أكبر سليمان عليه السلام عمل جيش من الجن صو جيش من الجن جيش من الطير جيش من البشر بشأن يسنسر دين الله في الأرض استخدموا الطيور للدعوة إلى الله بعتهم على اليمن على بعد ألفين كيلومتر دعوة إلى الله رايحين جايين حتى أسلموا دخل في دين الله سليمان إذن الرسل الكرام عبروا الأرض سليمان ضحك لأنه تعلم تبسم ضحك مقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك شو كالنعمة عارفة إيش سمع صوت نملة لغة الحشرات لغة الحشرات هو تعلم لغة الجن لغة البشر لغة الطير لغة الحشرات سمع نملة في الواد تصور أنا لو سمعت نملة مليون نملة حطة أنا بفهمها ما بفهمها فرب نعلمه شكر الله على هذه النعمة التي تبدو بسيطة إحنا كل نعمة الله الدراسة اللي ندرسها في الجامعات والمؤسسات والمعامد والبحث العلمي يجب أن تزيد إيمان لأنه هذه السنن مخبئة تحت الأرض بس أنت الآن اكتشفتها عرفت منها جاء وكل سنة عشرات الألوف من الأبحاث التي تدرس أنا بس آخر قضية فيها إمبيرح بقرة بحث عن الجينوم البشري لحد الآن درسوا 43.238 جينوم يعني في جسمك هذه النطفة التي تمت دراسته 43.000 نعمة الجينات إيشي بالعيون إيشي بالشعر إيشي بالشجر إيشي بالسرطان كل جينوم له وظيفة وله كذا لحد الآن الدراسة الأولى دفع وليها 3000 مليون للإفتتاح فوق موسوعات موسوعات عشرات الألوف من الأبحاث بالدور حول دراسة أمشاج النبتدي بس أدرس هذه سنته أدرسها هذا كل حق خلاص القول دور العلماء أن يشرحوا للناس هذه السنن بعوهم فيها أن تتعيش في نعمة الله فطح عليك مفاتيح الأرض مفاتيح السماء القرآن نزل يفتح لك أفاق الكون والجنة والدنيا والآخرة وجهك في الحياة والعلوم الطبيعية التي اكتشفها الإنسان عما أنا بتطور حياته بتطور فكره بتوسع أفاقه هل العالم كالجاهل هل يستبع الذين يعلمون طلب مننا أن نتعلم وأن نزيده علما لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال له آي 114 وقل ربي جدني علما فقط فقط ما واحد طلب زياد علم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم أهل الأرض أعلم من وضعت وطأت أرضه الأرض والسماء الرسول وقل ربي جدني علما نحن مفتخرين للعلم العلم الذي نرتقي به إلى الله والعلم الذي ندرس به الحياة والعلم الذي يمكننا يثبتنا في الأرض يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في العادة الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ويعني أنا اختصرت الشئ الكثير لأن الوقت لا يتسح جزاكم الله خضرهم جزاكم الله وعلى صبركم وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم شكرا للاستاذ المهندس حاتم البشتاوي على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور وإلى لقاءات قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة